السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم فرحة تزيل الهموم وتبكي العيون وتمحي ما مضى من غموم الحياة اللهم الهمني تسامة لا تغيب وصبرا لا ينفذ وروحا بك متعلقة وحمدا لك لا ينقطع نستودعك يا الله أدعية فاضت بها القلوب فاستجب لنا يا كريم يا علام الهيوب وبشرنا بما يفرح القلوب اليوم توقعتنا اليوم الأحد 16 نيسان إبريل طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم السبت القمر ما زال موجود في برج الدلو وهو في فترة خلوم مسار ورح ينتقل مساء هاي الليل اللي هي السبت على الأحد رح ينتقل لبرج الحوت يعني أغلب اليوم القمر في برج الحوت القمر الآن في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة وخمس دقائق من صباح اليوم الأحد لا ينتقل بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا القمر الآن موجود في برج الدلو زي ما حكينا والآن إحنا في فترة خلوم مسار خلو المسار هذا مستمر لغاية الساعة عشرة وستة وخمسين دقيقة من مساء الليلة هاي اللي هي ليلة السبت على الأحد لا ينتقل في هذا الوقت اللي هو الساعة عشرة وستة وخمسين دقيقة القمر لبرج الحوت يعني من الآن لغاية هذا الوقت إحنا في فترة خلو مسار وفترة خلو المسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر بس ينتقل لبرج الحوت وبدنا نعتبر أنه من منتصف الليل بنتقل لبرج الحوت بتصير تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما مننجح بالتركيز على موضوع معين من الذمر نكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم ببينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعاية المرضى وشراء الزهور وقتنا للتصوير من نسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نذكرها هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو احنا منذكرها من يوم 13-4 طبعا رح نظل نذكرها لغاية يوم 28-4 هاي الزاوية بسببها بالتور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو بتعزز التسليط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين برضو ابتضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوتنا وبتضر بالصحة وممكن تسبب بعض التعب الصحي اللي شوي ممكن يكون خطير بتدل على وجود مؤمرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وهناك احتمال وقوع حرائق أو ظواهر طبيعية كالزلازل والبراكين والتعرية وأيضا التقلبات المناخية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل وهاي طبعا حكينا أنها هي مستمرة لغاية يوم 21 أربعة بسبب هاي الزاوية بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة وبيزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميننا للإكتئاب ونزاعات مع محيطنا بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناع الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هذا القطاع وبتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية والبنوك بتعرف اضطراب في المداخل بسبب سوء التدبير والتبذير بيعاني برضو المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والصهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي مستمرة لغاية يوم سبعتاش أربعة هاي زاوية بتدفع بحدودنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس التسامح الميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكون يعني بيكون فيه إمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم برضو بتحقق هاي الزاوية يعني من أنواع النجاح بالحياة المهنية أو المادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم مع القمر أول زاوية طبعا هاي زاوية تأثيرها من منتصف الليل ولغاية ساعات المغرب أول زاوية زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من واجه مصاعب وعراقيلة بتتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر بتجعل عزيمتنا ضعيفة نكون متقلبين غير راضيين كثيري الانتقاد والعناد ميالين للكآبة بدل على استياء الرأي العام من وضعية المتقاعدين أو الشيوخ أو المرأة خصوصا في العالم القراوي أو منتع يعني بتيجي هاي كلها الشكاوى منتع السفات رجال الأمن والسلطات الأمنية وتراجع مردودية مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والطرابات في البورصة والقيم خلال هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي تأثيراتها بتبدأ من ساعات منتصف الليل أيضا ولساعات المغرب هاي أكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا ميلنا للفوضى والتقلب بتكون رغبات ممكن تأدي إلى خيبات أمل عاطفية راخبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذي بكلامك الآخرين كثيرا دون أن تشعر بالدل على تقلب أمزجة الناس هذا بشكل عام خصوصا النساء وسرعة تبرمهن وغضبهن ويستحسن تجنب إقامة الحفلات أو معارض خلال هذا اليوم لأنه رح تبق بالفشل ورح نلاحظ تراجع في مدخيل المؤسسات المالية وقطاع النسيج والميادين الفنية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون ذروتها ساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني من ساعات العصر الزاويتين اللي ذكرناهم بالأول بيبدأوا يخفوا ما بعد العصر فبسبب هاي الزاوية اللي هي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين القمر والمريخ بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي منندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماستنا وبرضو هذا وقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بدل على حسن الحال النفسية للجند ورجال الأمن والعمال في قطاع صناعة وارتفاع معنوياتهم وبدلهم مجهود أكبر وبالتالي مردودية أكثر ومنلاحظ في هذا اليوم قلة في عدد العمليات الجراحية وخصوصا من ساعات ما بعد العصر إلى حتى اليوم التالي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي قرابة منتصف الليل بتوقيت جرينج يعني الساعة 11 و23 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيرها من ساعات المغرب وتأثيرها يستمر لغاية ساعات ظهر اليوم التالي اليوم الاثنين فمنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي ذاكرتنا ومنطقنا وتمنحنا كفاءة عالية خصوصا باتجاه التجارة بيصير عندنا ثقة بالنفس أكثر بنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بتدل على حركة السكان المتزايدة خلال هاي الساعات نشاط بالمواصلات خصوصا الداخلية منها كما بتركز وسائل الإعلام على دور المرأة في المجتمع وكذلك مواضيع الشباب والتربية والتعليم طيب بالمختصر يعني من الآن من هذا الوقت ولغاية ساعات المغرب هاي فترة حساسة جدا مليئة بالمعاكسات الحظ بيبدأ يخف تدريجيا عند الجميع عند جميع الأبراج حساسيتنا عالية ردات فعلنا بعصبية جدا بتكون وبرضو في نفس اللحظة ما مننتبه على الكلام اللي منيحكي إلا بعد فوات الأوان الحساسية عند النساء بتكون عالية جدا عشان هيك أغلب المشاكل راح تكون ما بين النساء وأزواجهم أو علاقاتهم العاطفية أو ما بين الأشخاص وعلاقاتهم العاطفية وحتى أثناء تعاملهم مع الغير يعني لا تعتمدوا على الحضوض اضبطوا أعصابكم ما في دعي للكلمات الغير مدروسة اتجنبوا المشاحنات قدر الإمكان هذا أهم شيء خلال هذا اليوم لغاية ساعات العصر بعد العصر خلاص الأجواء بتبلش تتحسن بشكل أفضل والحضوض بترجع لمكانها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية والأندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هدولة الهرمونين بصير فيهم خلل فعشان هيك بنشعر بالألام أكثر من الشيء الطبيعي أو من الحد الطبيعي أو من الأيام الطبيعية وبرضو في نفس اللحظة بصير عندنا أرق وقلة في النوم أو أضغاث أحلام كوابيس خربطة بالنوم عشان هيك ممكن تحتاجوا لأمور إلها علاقة بالمساعد على النوم أكثر خلال هذا اليوم بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا بما أنه في زاوية مع الزهرة وسلبية فمعناته عمليات جراحية كوجه عام ما في أي مشكلة ولكن عمليات التجميل ففضل إنها تكون ما بعد العصر بيكون أفضل مثل الحقن ومثل الجراحة يصلح برضو هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد برضو من ساعات ما بعد العصر يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ ولكنه ما زال الوقت لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الحوت معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد له يوم الاثنين سبعة عشر أربعة بيبدأ خلو المسار الساعة ستة وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى صباح يوم الثلاثاء يعني لغاية الساعة وحدة وتسع دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر خمسة وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة ودقيقتين فجرا بيصير ستة وعشرين يوم نسبة الإضاءة ثلاثة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيدة بنسبة ستين في المية القمر في الدلو الآن ولكن بعد منتصف الليل بيصير في الحوت هيك بدنا نحسبها ورح يضل في الحوت لغاية يوم ثمنتاش أربعة هو الآن منتحس بنسبة خمسين في المية بعد منتصف الليل بيصير منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية في ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة عشرة في المية ساعات العصر تقريبا بيصير سعيد بنسبة عشرة في المية في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في الثور حتى يوم واحد وعشرين أربعة منتحس بنسبة عشرة في المية الظهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة خمسة منتحس بنسبة 10% المريق في السرطان حتى يوم 21 خمس سعيد بنسبة 45% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمس سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% قرانوس في التاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم ثلاثين أربع سعيد بنسبة خمسة عشر في المية طيب غامل ما نوصل حطيته اللايك ديسلايك قصدي حطيته الديسلايك وسبيته عليه يلا المدقيقين اللغويين جماعة اللغة العربية تفضلوا حطولي ديسلايك تحت وصبوا عليه الجماعة الثانين اللي عجبهم المحتوى عادي بيطلوا تحطوا لايك حطوا لايك بس أهم شيء الديسلايك تنسوش ماشي يعني عادي على الأدعي الديسلايك على القرآن الديسلايك على قصيدة القدس الديسلايك عادي عادي يعني في أي شيء جمعة الديسلايك بس حبينا نذكرهم ماشي تنسوش بس أنا بحب أذكركم هيد بنكون وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم تشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري حاولوا تخلدوا للراحة أنت في أضعف وأقل أيام الشهر حظا فما تراهنوا على الحظوظ نهائيا خلال هذا اليوم إلا يعني إذا كنت مضطر تعمل بشكل روتيني وحاول إنك ما تحسم أي أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب اتوقعوا إنه يكون فيه فوضى فيه شيء معين تأخير خسارة شيء موعود فيه يتأجل أو يلغى فعشان هيك لا تخذ بأي وعد خلال هذا اليوم لأنه عادي توقع إنه يلغى برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتنشطوه اليوم بشكل عالي جدا اجتماعيا بين الأصدقاء بين العائلات بتجدوا تعاون من أصدقائكم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم اطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة برضو في نوع من أنواع التحالف رح يكون مع الزملاء مع الأصدقاء مع الجيران أهم شيء أنكما تبقوا واحدين ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء ما للأجواء تقريبا فيها إيجابية ولكن ممكن يصير فيه سوء تفاهم في ساعات النهار يسبب لك حدي في التعامل مع بعض المعارف أهم شيء في ساعة المساء أخرج للقاء الناس ما في أي مشكلة برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين اليوم هذا بيت السمعة وديروا بالكم إن في ساعات الصباح في ضغط فعشان هيك لا تتغيبوا عن عملكم لا تقدموا أعمال ناقصة ما تغامروا وما تجازفوا وما تشوهوا سمعتكم بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة وبرضو اليوم هذا جيد للي بدهم يقدموا على عمل جديد بتكثر عندكم المسؤوليات وبتشعروا ببعض الاضطراب ممكن تعيشوا فترة نعتبرها فترة امتحان أو ضغط في حياتك اليومية فأهم شيء إنك ما تكون مهمل في ساعات المساء الأجواء من العصر الأجواء بتصير أحسن تقدر تدافع عن نفسك وتثبت وجهة نظرك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الأجواء ممتازة جدا خلال هذا اليوم وخصوصا من بعد منتصف الليل على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات والسفريات والتعامل مع الأجانب أي شيء له علاقة بخارج البلاد ممتاز جدا ولكن في ساعات اللي هي من الآن ولغاية ساعات العصر انتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة في الشوارع المفتوحة ما تجازفوا ما تغامروا اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض بترغبوا بالتفاهم مع أحباكم ولكن بدون عصبية وبدون كلمات مش مفهومة وبدون حدية بالطبع لا ترتجلوا أي عمل ما تستخفوا بالواجبات الأضواء مسلطة عليكم فعشان هيك بتكونوا جاهزين لتحمل المسئولية وتعتبر هاي فترة مهمة جدا لازم تستغلها وخصوصا من ساعات العصر في كثير من الحضوض برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة اليوم لأنه القمر صار في البيت الثامن والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن ديروا بالكم من المغامرات المالية وخصوصا في ساعات النهار ما تجازفوا ما تغامروا ما تبدأوا بأي شيء تكونوا مش متأكدين من إنكوا رح تتمموا أو تلتزموا فيه وخصوصا الأمور المالية ممكن يصير حدث عائلي يلفت انتباهك أو تهتم فيه أو صحتكم أو صحت قريب لإلكم تكون بحاجة للرعاية حاذروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنتوا اليوم بحاجة لاستشار الذوي الخبرة ممكن تعالجوا أمور مالية أو إرثية أو تنشغلوا بتخليص معاملات رسمية أهم إشي إنكوا ما تتذمروا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفي وإنتوا طبعا في هذا اليوم القمر موجود مقابلكم فعشان هيك حاول إنك تبعد عن أي شيء بعرضك لمواجهات قانونية أو مواجهات عاطفية مع الأحبة مع الزوج الزوجة نبط الأعصاب وبحذرك من عداية الجو والنفور والخلاف والتوتر وحاذروا المشاكل على أنواعها طبعا الضغط بيكون زيادة لغاية ساعات العصر وتعتبر فترة من أصعب أيام الشهر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لأن القمر صار في البيت السادس بيت العمل والصحة حاول إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني أو أمور إلها علاقة بمراجعات طبية صحية أخذ علاجات معينة ولكن ما تهملوا صحتكم وما ترهقوا حالكم والتزموا الهدوء أثناء تعاملكم بمكان عملكم ممكن تشتكي اليوم من إرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم مش إنك ما تأجل عملك ما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية اطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة وتعتبر هاي فترة مهمة جدا عشان هيك لازم تهتم بسلامتك الصحية الجسدية حتى على مستوى العمل في ساعات العصر الأجواء بتصير إيجابية ممكن تحقق بعض المكاسب أو تحل بعض الأمور اللي إلهاء العقابة العمل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتجتازه بصورة عمي يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح لأنه القمر موجود في البيت الخامس ولكن زي ما حكينا من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر ممكن يصير سوء تفاهم تجدرن الحظ ما بيدعمك يصير خلاف ما بينك وبين الحبيب كلامك يكون مش مفهوم حدية بالطباع ما بينك وبين أحد الأبناء بوسعكم ممارسة نشاط فني هواية معينة حاول تضبط عصابك لغاية ساعات العصر من بعد ساعات العصر يعني بتكون النشاطات ممتازة جدا حاول أنك تحضر بشكل جيد لأعمالك عشان تقدر تنجزها وما ترتجل عشان ما تقع بالخطأ ممكن اليوم من ساعات العصر تقدر تطلق مشروع جديد تطلق إيجابة أو إشارة مهمة وبصير الحظ حليفة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر في البيت الرابع يعني بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ولكن بدون حدية بدون مشاكل بدون سوء تفاهم بدون ردات فعل وما تهرب من الواقع على المشتريات وعلى التسوق وعلى الأشياء اللي مائلها داعي ممكن تهتم بصحة أحد أفراد العائلة لغاية ساعات العصر الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط يعني من منتصف الليل للعصر أما ما بعد العصر الأجواء بتصير أريع ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي مستجد أو أنك تحاول تعمل مصالحة أو تتراجع عن قرار سابق بالنسبة لها إليك من ساعات العصر وما بعد تبلش الحضوض ترجع لنصابها برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة ولكن من الآن أو من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر انتبهوا أثناء قيادة السيارة وأثناء تعاملكم مع الغير وكنوا واضحين بكلامكم عشان ما تنفهموا غلط وأضبط أعصابك من الإنفعلات والعصبية بإمكانكم إن كل يوم تعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران وتعتبر هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ولكن بتكتركزوا ما تعتمدوش على الحضوض وخصوصا اللي عندهم امتحانات أو مقابلات بتنجحوا بطرح موضوع حساس ممكن تقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بتحصلوا على مبلغ من المال اليوم ممكن يدخل تحسين على ميزانيتكم يجيكم من عمل إضافي حقوق لإلكم مستردات هبات دعم لأن القمر صار في البيت الثاني بيت المال فعشان هيك لابد لكون الاهتمام اليوم إلو إعلاقة بالوضع المالي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة ولكن ابعدوا عن المصاريف قدر الإمكان وانتبهوا على أموالكم من المغامرات ومن المحتالين وخصوصا من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات العصر حاول إنك تبعد عن السوق عشان ما تصرف فلوسك هيك على أشياء أنت مش بحاجتها مش بحاجتها عفوا أما من ساعات العصر فبصير عندك قدرة على التركيز أكثر وتقدر تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي وتستعيد ثقتك بنفسك أكثر زي ما حكينا أهم شيء أنك تنتبه على أموالك لأنه ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة برج الحود من نسبة لموليد برج الحود طبعا اليوم القمر وصل عندكم فعشان هيك رح تبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بما أن القمر رح يكون ضاغط لغاية ساعة العصر فعشان هيك ممكن تشعر ببعض التقلبات الاكتئاب الحزن هيك الخمول مش حاب تنجز أعمالك ولكن تلقائيا في بعض الأوقات رح تشعر بالطاقة إنها بتجيك فعشان هيك لا تستسلم للضعف أهميش إنك ما تعصب ما تنفعل ما تعمل ردات فعل سلبية ووسعكم المبادرة بخطوة جديدة تعود عليكم بالنفع وخصوصا من ساعات العصر بإمكانكم تعززوا معنوياتكم من جديد وتتحمسوا للمبادرة ولأدخال تعديلات على حياتكم تعتبر هاي فترة بداية يعني حافلة بالنشاطات اليوم بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورشة جديدة وخصوصا من ساعة ما بعد العصر طيب هاس هدول اللي الجماعة اللي منمون عليهم حطيتوا اللايك والأمور هاي هدول اللي منمون عليهم المنمونش عليهم قلنا لهم حطوا ديسلايك وخلصوا مع السلامة واللي بتكهربوا هده لك مع السلامة رامين طوبتهم يعني مش سائلين عنهم أما الجماعة الكويسين الحبايب اللي بيعلقوا بيحطوا اللايك شكرا لإلكم وربنا يقبل منا ومنكم إن شاء الله هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة